تعالوا نروح لمراسلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي نتعرف منه على آخر استعداد الفريق للقاء اليوم تفضل يا كريم كل التحية لك كابتن أيمن شوقي وكل التحية لأيضا كمان جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي رمضان كريم عليك وعلى جمهورنا العظيم وعلى الأمة الإسلامية وإن شاء الله بإذن الله لنهاردة يكون يوم سعيد على جمهور النادي الأهلي تحدي جديد وتحدي قوة مباراة غاية في الأهمية الأهلي والهلال السوداني على استاد الأهلي ويئة السلام في العشرة مساء إن شاء الله بإذن الله للتحدي يكون من نصيب النادي الأهلي بنراهن على الجدية والإصرار الكبير اللي عارفينه على لعبة النادي الأهلي وأيضا كمان على الحماس الكبير والمسندة الدائمة والمعتادة من جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يزين الثالثة شمال من مدرجات الاهلي ويئة السلام كالعادة طبعا كابتن أيمن بطمن كل جمهورنا على حالة اللعبين مدى الاستعدادات الجهازية الأمور طبعا الخاصة بالفريق النادي الأهلي هنا في فندو الإقامة قبل التوجه إلى استاذ الأهلي والسلام الأمور الحمد لله طيبة جدا لفريق النادي الأهلي طبعا من تدريبات للأخيرة 48 ساعة كان فيها تاكتيك كان فيها شغل كبير جدا كان فيها تركيز كان فيها شغل نفسي كبير جدا مع بيتسو مسماني والجهاز الفني لأن الحقيقة كمان لعبين الدوليين كانوا محتاجين أن يكون فيه جلسات مستمرة يمكن دي الوقت كان صعب جدا على فريق النادي الأهلي لكن الحقيقة الجهاز الفني بالكامل كابتن سايد مسماني سامي أمصان أكد طبعا على هذا الأمر تكلم على أهمية المرحلة الرغبة لدوافع نقفل طبعا قلال صفحة منتخبنا الوطني بما حدث فيها جمهور النادي الأهلي منتظر هذه البطولة ومنتظر التحدي الجديد إن شاء الله بإذن الله 11 أهلي هو الهتاف والنداء المعتاد لجمهور النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة متوجدين يا كابتن أيمان طبعا داخل فندو لقامة الخاص بفريق النادي الأهلي عايز أقولك طبعا أن محاضرة طبعا الجوت على رمضان معا فيه اختلاف شوية يعني إحنا في المعتاد بيكون المحاضرة قبل التحرك على طول لكن إحنا قلاص نتعارف شهر رمضان المحاضرة ستة إلى ربع المحاضرة ستغرق ربع ساعة أو 25 دي الآن طبعا يتناول لعيبه النادي الأهلي الإفطار بالكامل طبعا في المعادة ستة وربع إن شاء الله بإذن الله ومنها مباشرة اللي تمنا مساءنا التحرك إلى إستاذة الأهلي والسلام إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة الإصابات الغيابات كل الأمور ده نتكلم معاك فيها كابتن أيمان يعني صلاح محسن أحمد نبيل كوكا بدر بنون أكرم توفيق عمار حمدي محمد هاني رمي ربيعة ومنعم يمكن طبعا دي أبرز الغيابات اللي غايب عن فريق النادي الأهلي محمد هاني طبعا يعني ما كانش فيه مخاطرة من الجهاز الطبي بخير طبعا أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لأنه هو يخاطر بمحمد هاني وأيضا كمان منعم التضحية المطلوبة لفترة دي لكن فيه تحافظ كبير جدا طبعا على هؤلاء اللاعبين لأن لسه كمان عندنا مباريات عديدة سواء في البطولة أفريقية فيها القادم منها إن شاء الله بإذن الله والتلاحمة الأكبر في بطولة الدوري العام يعني قدر أقولك كمان يا أكتب أيمان بيتس مسماني بيأكد على أكتر من النقطة في مباراة الهلال السوداني يعني التاكتك والشغل اللي اتعامل مركز مع كريم فؤاد بشكل كبير جدا ليه غياب محمد هاني لأنه هنشوف النهاردة إن شاء الله بإذن الله أمور عديدة جدا الراجل أكد على إنهاء الهجمة أمور كثيرة جدا كانت في تدريب الأخير الحماس كان موجودة الجدية كانت موجودة حضور الكابتن محمود الخطيب كالعادة في بعض التدريبات بتدي أثر كبير جدا يكون لها مردود كبير جدا على لعبيت الندي الأهل. إن شاء الله بإذن الله رهنا دائم نهاردة على الجمهور رهنا على لعبة على الجهاز الفني دخولنا في المباراة يكون جاية جدا 90 د другой شاء الله بإذن الله يكون مناصибة الندي الأهل بعيدا عن أي حسابات نحن عارفين طبعا اللعبة الندي الأهل عارفة أن التعادل يهينا إن شاء الله لكن التحدي إن شاء الله يكون بثلاث نقاط يهيلون ولكل حدث حديث إن شاء الله في القادمة كابتن أيمان مستمرين معاك إن شاء الله لحظة بلحظة بننقل كل الأخبار والكواليس الخاصة فريق النادي الأهلي تحرك الفريق وجودنا كمان إن شاء الله في استاذ الأهلي والسلام تشكيل الفريق كل الأمور دي إن شاء الله تكون معاك كابتن أيمان لكن في هذه اللحظات عاود للسؤول التحليلي والكابتن أيمان شاوي شكرا جزيلا عن الزميل عزيز كريم أحمد إن شاء الله كل التوفيق النادي الأهلي كل التوفيق الجهاز الفني في اختيار التشكيل في إدارة المباراة كل توفيع للعيبة في الملعب إن شاء الله نتمنى طبعا كلنا المكسب الانية إن شاء الله نتمنى عدم حدوث إصابات جديدة يعني العملية مش ناقصة الفترة الجاية الفترة فيها ضغوط كبيرة جدا 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 يعني الواحد حيمشي يعني يحسس بس كده يا رب نعدي النهاردة يا رب نعدي بكرة يا رب نعدي الماتش اللي جاي إن شاء الله بإذن الله كل توفيع الانية للتحييل فوز النهاردة إن شاء الله تأهل لدور التمانية